مرحبا يعطيكم ألف عافية معكم مسروق عبد الرحمن مع منصة مناهج الأردن صوت وصورة رح نكمل في الوحدة الثانية للصف الرابع درسنا اليوم التحويل بين الأعداد الكسرية والأعداد العشرية طبعا خلال حستنا رح يعرف الطالب كيف يحول من عدد كسري يعني في عندي بسط ومقام إلى عدد فيه فاصلة عشرية والعكس طيب عندي أول مثال بيحكي أن أحول الأعداد العشرية إلى أعداد كسرية في أبسط صورة عشان أحول العدد العشري إلى عدد كسري في أبسط صورة بدنا نتعلم زي ما حكينا بالعادة الآن مكان الفاصلة العشرية بتخيل أنه في عندي مقام عفوا بتخيل في عندي كسر إذن بدل الفاصلة العشرية بنحط رمز الكسر الآن هل في عندي أعداد صحيحة؟ هون عندي الأعداد الصحيحة صفر فما في عندي أعداد صحيحة الآن كم منزلي عندي بعد الفاصلة؟ عندي منزلتين إذن المقام رح يكون 100 طيب والعدد اللي بعد الفاصلة بحطه في البسط إذن صار عندي 12 على 100 هل هي كفاية؟ لا ليش؟ لأنه طلب مني الناتج بده يافي أبسط صورة الآن بدنا نرجع لقواعد قابلية القسمة طيب لاحظوا أنه الـ 12 تبدأ بـ 2 عدد زوجي والـ 100 تبدأ بـ 0 برضو هي أعداد زوجية فالآن كيف ممكن نبسط هذا العدد؟ عشان أبسط هذا العدد رح أقسم البسط والمقام على 2 ودائما انتبهوا اللي بقسمه في البسط لازم أعمله نفسه في المقام الآن 12 تقسيم 2 يعني شو العدد اللي أنا بدأ أضربه بـ 2 يعطيني 12 اللي هو العدد 6 الآن 100 تقسيم 2 طبعا رح نأخذ أول إشي اللي هي العشرة شو العدد اللي أنا بدربه بـ 2 حتى يعطيني عشرة؟ اللي هو العدد 5 والصفر اللي ضل عندي هاد رح أنزله طيب هل هيك خلصنا؟ لا لأنه كمان 6 عدد زوجي والخمسين كمان عدد زوجي تبدأ بصفر لأن الأعداد الزوجية حتى أذكركم هي أعداد ممكن نقسمها إلى جزئين متساويا يعني 6 عدد زوجي لأنه ممكن أقسمه إلى 3 و3 فهدون العددين أنا قسمتهم إلى جزئين متساويا الآن الأعداد الزوجية طبعا هي عبارة عن 2 بعدين بترك رقم اللي هو الثلاثة وبروح على أربع يعني 2 أربعة رح أترك رقم 6 رح أترك رقم بعدين ثمانية إذن 2 أربعة 6 ثمانية عشرة وهكذا فهون أنا عندي 6 على خمسين عددين زوجيين برضو يمكن تبسيطهم فرح أقسم البسط والمقام كمان على 2 إذن إذا كان العدد زوجي في البسط والمقام بقسم على 2 الآن يساوي الآن شو العدد اللي أنا بضربه في 2 حتى يعطيني 6 اللي هو العدد ثلاثة الآن خمسين تقسيم 2 يعني أنا معاي نصف دينار بدي أوزحها على 2 كل واحد رح يوخد خمسة وعشرين أو لو إحنا نسينا نعرف نستعمل طريقة القسم الطويلة اللي أخذناها في الفصل الماضي عندي خمسين تقسيم 2 الآن بنتخيل إنه في إشارة ضربة صغيرة هون الآن بدي أبحث عن عدد أضربه في 2 يعطيني 5 أو أقل اللي هو العدد 2 الآن 2 ضرب 2 رح تعطيني 4 الآن بنطرح 5 ناقص 4 اللي هو عبارة عن 1 طبعاً الواحد أصغر من الاتنين اللي هي العدد المقسم عليه فشو رح نعمل رح ننزل الصفر يا حلوين الآن بدي عدد أضربه في 2 يعطيني 10 اللي هو العدد 5 5 ضرب 2 رح يعطيني 10 10 ناقص 10 صفر فإذن الناتج 3 على 25 الآن الثلاثة ما بتقبل القسمة غير على نفسها والـ 25 تبدأ بـ 5 فإذن ما بتقبل القسمة غير على 5 هيك بنكون وصلنا لأبسط صورة يعني عشان أخذ العلامة كاملة بالسؤال لازم بالأول أحوله لكسر وبعدين أستعمل قواعد قابلية القسمة حتى أني أوصل لأبسط صورة وطبعا فيديو درس قابلية القسمة أخذناه في الفصل الماضي بإمكانكم ترجعوا وتشوفوا ممكن نحط لكم إياه فيديو مقترح بعد هذا الفيديو طيب خلونا نشوف المثال اللي بعده عندي 2 صحيح و 25 من 100 هكينا بتخيل إنه مكان رمز الفاصلة في عندي اللي هو رمز الكسر الآن هل في عندي أعداد صحيحة اللي هي قبل الفاصلة نعم عندي 2 وين رح أحطها بحطها قبل الكسر الآن كم منزلي عندي بعد الفاصلة عندي منزلتين فرح أحط في المقام 100 الآن العدد اللي هو 25 منحطه في البسط الآن بدنا نبسط هذا العدد طيب لاحظوا الآن إنه أنا عندي 25 وعندي 100 العدد يبدأ بصفر أو في خمسة يعني هون تبدأ بصفر وهي تبدأ بخمسة إذن الاثنين بيقبلوا القسمة على خمسة فرح نقسم البسط والمقام يا حلوين على خمسة يساوي طبعا العدد الصحيح بنزله زي ما هو ما بعمل عليه إشي الآن 25 تقسيم خمسة يعني شو العدد اللي بدي أضربه بخمسة يعطيني 25 اللي هو العدد خمسة الآن 100 تقسيم خمسة رح ناخد أول شيء العشرة عشرة تقسيم خمسة يعني العدد اللي بضربه في خمسة يعطيني عشرة هو العدد اتنين وهي الصفر بننزلها هل هيك خلصنا تبسيط؟ لا لأنه عندي هون خمسة وهون عندي يبدأ بصفر إذن كمان مرة بقبل على خمسة رح نقسم على خمسة رح نقسم على خمسة الآن زي ما حكينا العدد الصحيح بنزله زي ما هو وهي ربز الكسر الآن خمسة تقسيم خمسة يعني شو العدد اللي بضربه في خمسة؟ بعطيني خمسة هو العدد واحد الآن عشرين تقسيم خمسة يعني العدد اللي بدي أضربه بخمسة يعطيني عشرين اللي هو العدد أربعة فصار أنا عندي يا حلوين اثنان صحيح وواحدة على أربعة وهاي طبعا أبسط صورة لهذا الكسر ليش؟ لأن الواحد أبسط عدد والأربعة ما في يعني أني أبسط هون أقسم على أربعة لأن الواحد ما بقبل طيب خلونا نشوف المثال الثاني بحكي لي حول الأعداد الكسرية إلى أعداد عشرية يعني أنا بدي أكتبه على الصورة العشرية قبل ما نشوف هذا المثال بدي منكم تحفظوا لي هاي الأعداد إيش العدد؟ اللي أنا بضربه بأتنين حتى يعطيني عشرة اللي هو العدد خمسة طبعا العكس شو العدد اللي بضربه بخمسة حتى يعطيني عشرة اللي هو العدد اتنين كمان بدنا نحفظ أنه أربعة ضرب خمسة وعشرين بتعطيني مية هاي الأعداد بدنا نحفظها ليش؟ لأنه عشان أحول العدد الكسري إلى عدد عشري لازم أخلي المقام يصير المقام لازم يكون إما عشرة أو مئة فعشان أخلي المقام يا عشرة يا مية بدي أحفظ شو أنا بضرب هالي المقام حتى أخلي عشرة أو مية خلونا نشوف أول مثال عندي واحد صحيح وواحد على اثنان عندي المقام اثنين كيف بدي أخلي المقام يصير عندي أنا هون عشرة بدي أخلي المقام يصير عشرة لازم أخلي يا عشرة يا مية بس بما أنه عندي اثنين أنا بعرف أنه الاثنين لو أنا ضربتها بخمسة رح تعطيني عشرة فرح أروح أضرب الاثنين بخمسة لكن ما بصير فقط أضرب المقام لازم كمان نضرب البسط فصار عندي واحد ضرب خمسة خمسة واثنين ضرب خمسة عشرة طيب والعدد الصحيح خلص ننساه لا بنزل كمان العدد الصحيح دائما كل خطوة بدنا ننزله عشان ما ننساه فصار عندي واحد وخمسة على عشرة طيب الآن هل منعرف نكتبه على الصورة العشرية طبعا كيف منكتبه على الصورة العشرية بدل رمز الكسر رح أحط رمز الفاصلة العشرية الآن أنا عندي هون كم منزلة بعد الفاصلة عندي عشرة يعني عندي منزلة واحدة فقط لأنه عندي صفر واحد فقط شو هاي المنزلة اللي هي المنزلة الموجودة في البسط فالخمسة هاي هي اللي رح تكون بعد الفاصلة العشرية إنه خمسة على عشرة اللي هي خمسة من عشرة نفسها والعدد الصحيح هل هون في عندي الأحد صفر ولا عدد صحيح في عندي واحد إذا الموجود في عندي عدد صحيح فصارت واحد صحيح وخمسة من عشرة كمان مثال في عندي اثنان وتسعة على خمسون الآن هاي بدي أخلي المقام يصير مثلا عشرة ولا بدي أكبر المقام أنا هون عندي خمسين كيف بدي أخليها تصير عشرة لا بكبر المقام وبخلي يصير عندي مية طيب كيف بدي أخلي الخمسين تصير مية الخمسة لما تكون معاي بشو بضربها لما يكون معانا خمسة منروح بنضربها باتنين فرح نضرب الخمسة هاي كمان باتنين وزي ما بدي أضرب في المقام لازم أضرب في البسط الآن العدد الصحيح مباشرة بنزله اللي هو الاتنين تسعة ضرب اتنين عبارة عن ثمانية عشر الآن خمسة ضرب اتنين عبارة عن عشرة وهذا الصفر ما بنزله فصار عندي مئة إذن اثنان صحيح وثمانية عشر على مئة كيف بدنا نكتبها بالصورة العشرية بنزل العدد الصحيح الآن بدل رمز الكسر بنحط رمز الفاصلة وهون عندي العدد اللي في البسط رح أحطه بعد الفاصلة فصار عندي اثنان وثمانية عشر من مئة طيب عندي كمان هون ستة صحيح وواحد على أربعة الآن الأربعة أنا من الأعداء الأربعة من الأعداد اللي حافظيتها إذا شفت أربعة بشو بضربها حتى تعطيني مئة بضربها بخمسة وعشرين فرح نضرب الأربعة بخمسة وعشرين وكمان الواحد لازم أضربها بخمسة وعشرين الآن صار عندنا يساوي العدد الصحيح بنزله زي ما هو بدل رمز الكسر لا عفوا رح نزل الكسر الآن واحد ضرب خمسة وعشرين عندي خمسة وعشرين وأربعة ضرب خمسة وعشرين اللي هي عبارة عن مئة وهي بدنا نحفظها الآن بدنا نكتب على الصورة العشرية الستة هو العدد الصحيح اللي بيكون قبل الفاصلة بدل رمز الكسر رح نحط رمز الفاصلة العشرية وهون عندي صفرين يعني عندي منزلتين شو هم هدون المنزلتين هم الخمسة وعشرين الموجودين في البسط فهاي عندي خمسة وعشرين فصار عندي ستة وخمسة وعشرين الآن للتنويح هون لو كان في عندي في طريقة ثانية طبعا لو كان هون عندي عدد بقبل القسمة عشان أخلي الخمسين تصير عشرة لو كان عندي عدد بقبل القسمة على خمسة كان قسمنا البسط والمقام على خمسة بحيث يعطيني العدد هون عشرة مش مية يعني مش شرط دائما نستعمل الضرب لكن انتوا اعتمدوا اذا شفتوا خمسة مباشرة اضرب بثنين اذا شفت اثنين مباشرة اضرب بخمسة اذا شفنا اربعة مباشرة بضرب بخمسة وعشرين واذا شفت خمسة وعشرين طبعا لازم اضرب باربعة وهيك يا حلوين زي ما شفتوا درسنا كتير سهل وهيك منكون خلصنا درسنا ويعطيكم الف عافية